السلام عليكم يا احلى متتبعين ان شاء الله تكونوا على خير وفي صحة جيدة وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو طولت عليكم الغيبة وتوحشكم بزاف توحش نهضر معاكم اليوم ما غدنا نقترح عليكم وحي الفيديو بسيط بعد الحلويات اللي حضرتهم في العقيقة دي الولد اختي امير الغزة الله يحفظوا يا ربي وحفظوا ليدات المسلمين اجمعين ما صورتش لكم لدي طايم ما قديتش نصور لكم كل شي صورت غير هاد اللحظة دي فين كنا كان وجودوا الحلواء كانصطفوها هاد شي اللي كاين وسمحوا لي غبرت عليكم بزاف صراحة كنت شوية مريضة ما قديتش نبقى نصور فبالنسبة الحلواء اللي كانت عندكم هاكا شي حفلة او اللي بغيتوا توجدوها وتكون عندكم موجودة في الدار تحتاجوا هاكا الديوف ولا انا جربتها هاد المرة الحلواء كتبقى كيفما هي تقدر تبقى ليكم واحد الفترة ولكن انا صراحة مدرتهاش يعني في الكنجيلاتور درت غير ديك الحلوة ديال الشوكولات هي اللي حتتها في الكنجيلاتور ماشي الصابلي ولكن الاخرى اللي مكتطيب شليف المول ديال السيليكون اما الحلوة الباقية كلها درتها غير في هاكا في البوات كيفما كتشوفوا في الطاسات يكونوا محكمين الاغلاق وكتقفلوهم مزيان ومنسوش سلوفا ضروري يعني ما بين كلها تبقى وطبقى هادي لكا الناباج ما بين كلها تبقى وطبقى خسكم ديروا السلوفان وتغلفوا مزيان سينو تقدرو تحتو غير حلوة كتديروا واحد طوبة ديال السكار كتمتصلين الرطوبة كيفما بنتلكم واحد طوبة ديال السكار في الطاسة ديال الفقاس الفقاس كيبقى مقرمش كيفما صوبته النهار الليول يعني ما تخافيش عليه فاش كتكون شي حفلارة ما نقدروش نحضروا كل شي يعني في الوقت ولكن قبل بواحد لعشرين يومي لدرتوا الحلوة او لحت شهر ما تخافوش عليها راكا تبقى مزيانة خس غير يكونوا تصد كيتغلقوا مزيان وكيف قتلكم السلوفان يعني تغلفوهم مزيان وتأكدوا ان البرودة ما غديش تدخل الحلوة وديروا واحد طوبة ديال السكار ما فيها باس يعني باش كتمتصل لكم الرطوبة وكتبقى الحلوة في القرمشة ديالها وكتبقى غزالة بحال كيفما صيبتوها النهار الليول يعني هذي غياد الاضافة هذي بحكم جريبة تقدرو تديروها في الحلوة ديالكم واي تساؤل مرحبا في تعالق هنا ما يعني ما صورتش لكم كل حلوة كاملة ولكن را غدي تلقاوا عندي حلوية اللي ضايجة حطاهم فلاشين بحال حلوة ديال السيليكون بحال حلوة ديال المفلحة بكوكو هذي كرة عطيتها هذك الموتيف الزرق على حسب البيبي يعني حسب الجنس ديال البيبي أوليد وصار حاجة حلوة غزالة جات زوينا في الماداق وراكم عارفين كل حاجة ديال التاركة تبقى زوينا المهم شاركت معاكم هاد شكالة هادو ونتمنى ان شاء الله ينالوا إعجابكم وكيف قلت لكم يلخصكم شيش كيلره غدي نحط لكم الروابط في صندوق الوصف بالنسبة لحلوة ديال اللوز هذي اللي كتشوفوا معايا ده بس ساقية حلوة بريستيج اللي كتجي غزالة واللي دقها كتعجبوه كتجي في فنة هي خلاص راني صورت فيديو ديالها كامل لبغيتو غد نحطو لكم فيديو بكل تفاصيل ديالو جات حلوة اللي غزالة تقدرو تخدموها كوموند وتقدرو تحضروها لديوفكم ويعني كتعطي كمية اللي هي وافيرة كتجي اقتصادية والديدة وحلوة ديالة حمار لوجه كتجي بنينة بزاف كلها لوز كيف ما كتشوفوا يعني غير عقدة ديال اللوز وكنزينوها بهات الشكل هذا كتجي بريستيج انا حاولت نسرع لكم الفيديو غيبت نشارك معاكم هاد اللقطات هادي وكيف ما كتعرفو راه طولت عليكم هاد المرة الغيبة والله يليلة توحشتكم ووش حال ما اهدرت معاكم ان شاء الله غادي نزيد نرتحشي شوية وندير معاكم هكالي لايف ونجمعو شوية إلا كنتو بغيتو اللي لايف خليوها ليف في كومنتر وإلا كانش يتساؤل بخصوص هذه الحليوات هادي مرحبا وكيف قتلكم غا تلقاوا الروابط في صندوق الوصف وإن شاء الله غادي نولي النشاط والحيوية ونولي نشارك معاكم اي حاجة درتها وهاد شي اللي كان وكانت تمنى إن شاء الله يعني ما تنسونيش ما تنسوش الفيديو ملي لايك ما تنسونيش متشجعات ديالكم وبما يخص هذه الحليوات ديال سيليكون هادي خلاص راسبق وحطيتها معاكم في القناة وعني طلقت واحد الإعجاب منكم وكانت حليوة اللي هي ناجحة وزوينة في بريستيج كتجي غزالة حتى يفلوا من يدرو في الماداق ديالها واللي دقها كتعجبوا وأهم شي سهلة في تحضير ديالها ما كتطيبش في الفران ما كتاخدش منك وقت وكتجي في شكل ديالها وفي الحطة ديالها بريستيج غزالة وتقدرو تزينوها بشكل اللي بغيتوا وتقدرو تعتمدوا المول اللي عندكم ها انتو ما كيف ما شفتو كتجي يغزال هاك على شكل اللي صواغي صغارين هاكا كي يجيو فنين وتقدرو تديروها هاكا كتبقى عندكم في الكنجيلاتور في حط طويسة كتجبدوها كتديي كنجولة ضغيرة وكتقدموها كتكون حليوة اللي هي موجودة في تلاجة جودة وفرا غادي نستعملوها وخلاص بالنسبة لها تصابلي هادا شكلتو بجوج ديال هاكا بجوج ديال الموتيف درت هاد الكروسة هادي على حسب البابي وهنا راني خدمت غيب شوكولات درت شوكولات ودرت ليه الملوين كانت الطريقة اللي هي سهلة وجهت تصابلي غزال لبت خلاص ديال صابلي اراها عندي فلاشين خدمتها معاكم وعاودتو كي تجي مقرمشة وزوينة وفي نفس الوقت يعني هشيشة من الداخل وشا نقول لكم صراحة ما نشكرهاش لكم ولكن را كتجي لديدة بزاف وهنا زينتها بها جوشكيلة تخلاص بالنسبة الفقاس فقاس بريستيج بالمكسارات حتى هذا هو را سبق وشاركتو معاكم في القناة ونبغيتش نطول عليكم كتر خليت لكم غي لقاطات وتقدرو ترجعوا لي فيديو وتشوفوا يعني الفيديو غادي تشوفوا الطريقة بالتفاصيل هنا شاركت معاكم هاد الموتيف هادو اللي خدينا فاش غادي نديروا صفوف فاش غادي نستفل حلوة كيف ما كتشوفوا هاد ليصاشي هادو كنديروا فيهم صفوف ومن بعد كنا نوضعوهم في هادو كسليلات بالنسبة لهذا العالم هذا فيه بزاف ديال الدكورات وبزاف يعني ديال الاشكال فاختاريت هاد شكيل هذا وشكلت بيناتهم يعني كلها مثلا عشرين حبة ولا كنا ناخدها من شكيل هو مارو كيتشاب هو لكن يعني الزوقة كتكون مختلفة وصافي هاد شي هادارة موجود بكثرة ودبار خرجوا فيه الجديد بزاف هاد سليلة كيف ما كتشوفوا صراحة كتجي زوونة اه شكيل هازوين عجبني هكا بليدي ديال ها كتجي مزونة وبالنسبة الاشكال فارغهم غادي تلقاو يعني في الاسواق وفي المحلات الخاصة غادي تلقاو شكلت كتيرة اللي كتحير فيهم العين اه انتو ما كيبقى لكم الاختيار وكتختاروا الشكيلة اللي عجبوكم بالنسبة الاتمينة فارغهم كيبداو من جوج دراهم وانتو ما طالعين يعني في الاتمينة حتى 8 دراهم عشرة دراهم كينين شكالات زوينين اه فكيبقى كل واحد وشنو كيبغي تقدى اه بالنسبة لي انا هادو راخدتهم ب 3 دراهم ونص كن في بالي باش ندير ليكم واحد الجولة في المحل وعني تشوفوا الشكالات تشوفوا الاتمينة اه محلي وزوين ولكن كل شي جاب الزربة وكنت زربان اما اللي كنت كانت قدمه مبقاش لي الوقت بزاش هاد الشي علاش و لكن اللي كنتو بغيتو ان شاء الله واحد الجولة في المحل هدي نديرها معاكم نمشي عند السيد اللي كانت قدم نعندو ونصور لكم شوية و بالنسبة للصفوف او لا الزميتة او لا سلو كلها منطقة شنو كيقول لي سلو صفوف زميتة معروفة عليه احنا بالنسبة للنفيصة كنوجدو الزميتة زميتة اللي هي عبارة على القمح كيتحمر وكيتطحن وكيتطحن وهكا كيتزادو معها عشوب كيتخلط مع الزيت هدي معروفة خلاص ملي كتولد نفيصة كيوجدو لها هاد الزميتة هدي كتكون سخونة بالعشوب ديالها وها كم زيانة وصحية بالنسبة احنا السفوف كنقولولي سفوف ولا سلو هنا الجهة ديال خلاص منك ناس كيقولولي الزميتة كلها اقاليم وكيفاش وكلها بلاسة وكيفاش المهم معنا واحد بقيت كنجمع معاكم ما مادرتش الموسيقى في المونتاج احسيت براسي شحال مهضرت معاكم وشحال متعودت معاكم هذا علاش خلاص بالنسبة لها الطبي صلات هادو كيف مكتشوفو تعهو ما يا فيهم شكالات بزاف وفيهم زواقات بزاف وكين يعني بزاف ديال الموتيف وبزاف ديال الزواق كلها وشنو كيختار اخرجو فيهم حتى واحد طبي صلات شكيل ديالهم مربع جبوني بزاف غي ملقيتش فيهم الكونتيتة اللي كنت بغيت اللي خصاني هاد شي باش خليت هاد ديكور هادا حتى هو زوين والمنيدلات دياله هكا زوينين وكينين سندقات كيش دو لسباس حتى كتغلنا اخد سندقات واللي تحطيتهم حتى حتى مني كتبغي تفرقهم ولي تقدمهم لسباس ديالهم كتي رخص تجمعهم في شي شبكة نيت كبيرة هاد طبي صلات هادو عمليين هاد شي باش خديت هاد شكيل هادا عجبني وهاد طبي صلات والسندقات والزواق هادا كنديروه للعيالات احنا بالنسبة للرجال كيف ما غادي تشوفوا معايا كنستفوليهم في البلاتوات هكا كي يتقدم ليهم معا اتي كي تحطغي في الطبلة بالنيسبة للعيالات اغلاقي كنديروه هاد Guy كنديرو آتي والحلوة فلاشيو فرا كنفرقوهم هكا يحقق هنا سنفرقوهم هكا كنفرقوهم هكا يعني مجموعين في الطباصلات سابوكين لي كي بغير فرق اطباصلrose لو كل واحد وشنوه كيدير بالنيسبة للرجال انا غادي نوركم الله يادرت هكا البلاتو صغار كي يجو أكا منظمين找وينين ب 느끼ت ستفوف يوم الحلوه على هذا الشكل وحتي بالنسبة للصفوف هادوك اللي عمرت معاكم هادوك عطيتهم غير العيالات مع هادوك الطباس الات اما حتى الرجال كان ستفوليهم طباس الكبار ديال الصفوف وكان زينوهم باللوز ما صورتش صراحة ما صورتهمش وهاكا كي تقدموا مع قاتي ومع هادو اللي بلاتو ديال الحلوه كي يجيو زوينين بهذا الشكل هادو هما خلاص الرجال بالليل كنقدمو ليهم هاكا الحلوه مع السفوف قبل لاشا كيف ما شفتو انا غلفتهم هنا بسلوفا غطيتهم وبالنسبة خلاص للعيالات سفارة كنقدمو ليهم اتي مع الحلوه وصفوف لاشية وبالنسبة الوليدات الصغار حتى هما ما غديش ننساوهم خديتليهم هكا البومبون راكم عارفين بتريريات شي لكي يجبهم شكلات حليوات ولكوكيز هاكا صغار خديتليهم حتى المصاصة كيف ما كتشوفو انا نوعت الوليدات الصغار ودرتليهم هاته السندقات هادو صغار خاصين بهم وزدتهم حتى لصابلي ذوك اللي صابلي اللي شفتو معايا هادوك حتى وما كيبغيوهم كل شيء اي حاجه فيها الشوكولات احتهيزتها لهم المهم اي حاجه فيها الشوكولات باستة ولدتهم تحضير التحضيرات بالليل قبل العقيق بوحد النهارك كل شي بواجد سنتقدر الى الصغار هذا الموضي اللي قلت لكم عليه مربع اختيت منه غير هكا غير شي حاجة قليلة حي تعجبوني بزاف وهادي خلاص الحلوة في البلاتو ودوك السليلات ديال السفوف وانا شاركت معاكم الفيديو كنتمنينا الاعجاب ديالكم ومتنساوش الفيديو بلايك تشجيعات ديالكم والقراء ديالكم في كومنتر وهد المرة بغيت نشوف بزاف ديال تعاليق وبزاف ديال القراء وبس نشوفت حالة وحشتوني ونساء الله غادي نزيد نحط لكم دي فيديو جداد